كانت وزارة البيئة التونسية غرق سفينة الشحن تحمل على مغينيا الاستوائية على بعد سبعة أميال عن ميناء محافظة جابس جنوبية تونس وأكدت الوزارة انتلاق اجتماعاً للجنة الطوارئ لمتابعة الحادث والعمل على سحب الحمولة النفطية قبل تسربها في البحر وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أشارت إلى أن سفينة كانت تحمل سبعة مئة وخمسين طن من الوقود أثناء غرقها قبلة سواحل مدينة جابس جنوبية تونس ومن تونس ينضم إلينا علي الجاسمي مراسل العربي علي ماذا توفر لديك من معلومات عن أسباب وتفاصيل غرق هذه السفينة وماذا أيضاً عن التقديرات الأولية بشأن التلوث الذي يمكن أن ينتج عن هذا الحادث إلى حد الآن لم تصدر عن الهيئة الطوارئ التي تتواكب أو تتابع الحادث أي معطيات حول تفاصيل الحادث ولكن السفينة كانت قادمة من مصر في اتجاه مالتا تعرضت إلى حادث في المياه الإقليمية التونسية وطلبت أن ترسوا في ميناء محافظة جابس في الجنوب التونسي ولكن أثناء ذهاب الجيش الوطني أو حتى الحرص البحري لنجدتها لم تتمكن هذه السفينة من الوصول إلى محافظة جابس وعينة غرقت على بعد سبعة أميال من الميناء طبعاً تم إنقاذ في البداية تم إنقاذ الطاقم السفينة فيما بعد ذلك عقدت لجنة التوارئ سواء في وزارة البيئة في تونس أو حتى على المستوى الجهوي في محافظة جابس جنوب تونس الآن توجهت وزيرة البيئة للالتحاق بلجنة التوارئ هناك ويبدو أن الأمور تسير نحو في البداية تطويق مكان وجود السفينة الغارقة حتى لا يتم تسرب النفط بشكل كبير ويتم احتواء هذا التسرب في الأمطار الأولى ثم بعد ذلك سيتم أو يبدو أنه تم بالفعل تقديم أو القيام بعمليات غوص لتبيان طريقة التعامل مع هذه السفينة قصد ربما سحب الحاويات الحاملة للمواد البترولية التي تحملها السفينة طبعاً فيما يتعلق بالأثار المترتبة عن عملية تسرب في حال حصولها بشكل كبير أو حتى ربما يهدد التوازن البيئي أو حتى الحياة البيئية سواء في البحر على مستوى المياه الأقليمية في نحيط محافظة جابس أو حتى في بعض البحيرات التي تعيش هذه التعريف التي تتوازد في هذه المنطقة على غير بحيرة البيبان العديد الخبراء في الشأن البيئي قالوا بأن حصول هذا التسرب بشكل كبير قد يضر باليكو سيستام في هذه الملاطق وهما قد يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة وتمس الثروة الحيوانية والسبكية في هذه المناطق بالإضافة إلى ذلك هناك بعد آخر يتعلق بالموسم السياحي القادم والذي بعده والذي بعده حيث أن امتداد هذه في حال حصول تسرب طبعاً بشكل كبير ربما يؤثر على الموسم السياحي باعتبار أن هذه المنطقة تجاور أهم قطب سياحي في تونس وهو منطقة جزيرة جربة ومحافظة جرجيس وبالتالي الجميع الآن يتحدث على ضرورة التحرك بشكل سريع لحلولة دون حدوث كارثة وأيضاً من دعاء أيضاً إلى ضرورة الاتصال وطلب المساعدة الدولية في حال لا توجد الإمكانيات الكافية للسيطرة على هذا التسرب إلى حد الآن بدأت العمليات للإحاطة بمكان غرق السفينة للحد من إمكانية اتساع رقعة المخلفات أو التسربات البترولية التي يمكن أن تنجر عن هذا الحادث ثم بعد ذلك سيتم الذهاب إلى الخطوة الأخرى وهو إما شفت الكميات الموجودة في الحاويات التي تحميلها هذه السفينة أو ربما بعد ذلك أو ربما إيجاد طريقة أخرى للتعاطي معها لمنع حدوث كارثة في هذه المنطقة خاصة أن منطقة جابس هذه المنطقة تعاني أساساً من التلوث المنبثق عن المجمع الكيميائي الموجود هناك حالة غضب كبيرة لمسناها لدى الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الذين تصلنا بهم هناك حالة تململ وغضب ودعوات إلى السلطات بضرورة التحرك سريعاً لإنقاذ الوضع قبل أن يتفاقم أكثر إذن أضرار متعددة وفادحة بيئية وسياحية قد تنجم عن هذا الحادث شكراً جزيلاً لك علي القاسمي ترجمة نانسي قنقر